انسداد سياسي مستمر مع تلويح بأنهار من الدم أطلقها نواب في البرلمان الحالي رفضا لتولي مصطفى الكاظمي ولاية ثانية هو موقف تصعيدي لوح به الإطار التنسيقي الذي يضم عددا من الميليشيات الموالية لإيران هذا التصعيد تزامن مع تأكيد وكالة بلومبرغ الأمريكية من أن العراق واجه صيفا ساخطا نتيجة تداعيات صراع الكتل على تقاسم المناصف في تشكيل الحكومة مبينة أن الميليشيات التابعة للصدر ستلجأ إلى استعراض القوة لمواجهة خصومها من ميليشيات الإطار التنسيقي الوكالة الأمريكية حذرت من أن الصراع الميليشيات في العراق ستكون له تداعيات اقتصادية بسبب عدم الاستقرار المطول في ثاني أكبر دولة منتجة للنفط مؤكدة أن أي فقدان للإمدادات العراقية سيقوض الجهود الرامية لتهديئة سوق النفط وسيقوي موقف تهران في ملف العقوبات النووية ورأت بلومبرغ أن إيران المستفيد الأول من الاضطراب الأمني والسياسي الحاصل اليوم في العراق ولسيما بعد أن أصبحت المقاعد البرلمانية التي تخلى عنها الصدر من نصيب الأطار التنسيقية الذي يدعم حكومة تهيب إيران ترخيصا مفتوحا من أجل تعميق نفوذها في العراق عبر أذرعها من الميليشيات التي تستخدمها لشني سلسلة هجمات في العراق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة وفي غياب الاتفاق بين الخصوم تبلغ الأزمة السياسية في البلاد حدها الأخطر ليبقى العراقيون في مواجهة مستقبل قاتم ومجهول ولسيما مع الإشارات الواضحة لتطور نزاع مسلح بين ميليشيتيار صدري والإطار التنسيقي في السمرار لصراع الميليشيات على السلطة والنفوذ بعد عام 2003